اشتركوا في القناة سد هوفر مجرد سد عادي فقد كان الاول من حيث الحجم والسعة وانجازه كان انتصارا للشجاعة الانسانية على المحن لقد زين نهر كوراد العظيم وجعل الصحراء تظهر بفضل الله وغير المنطقة الجنوبية الغربية في امريكا الى ان يشاء الله من المذهن مراقبة قوة المياه والعمل حولها يقع سد هوفر على الخط الفاصل بين ولايتين نيفادا واليزونا في المنطقة الامريكية الجنوبية الغربية ان سد هوفر هو جدار اسمنتي واسع يصد نهر كوراد ويشكل بحيرة ميد تبلغ سماكته في الاعلى خمسا واربعين قدما فقط ولكن عند القاعدة تساوي سماكته طوله تقريبا ويبلغ طوله سبعمائة وستا وعشرين قدما وفيه حوالي سبعة ملايين طن من الاسمنت يتفقد بات باتناسترو متاهة الانفاق والقنوات داخل جدار السد انه مبني من الاسمنت ويقال ان بالامكان رصف طريق سريع من سان فرانسيسكو الى نيويورك بنفس كمية الاسمنت ايام تشييده كان سد هوفر السد الاكبر في العالم وهو السد الاسمنتي الاكبر في النصف الغربي للكرة الارضية ولكنه اكثر من مجرد جدار انه تحفة فنية تم تحويل السطوح الاسمنتية العادية الى تصاميم فنية مزخرفة وهناك عدد من الابراج التي تقف على ارتفاع اربعمائة قطع قاع البحيرة ووضع حرفيون ايطاليون اللمسات الاخيرة لاعطاء السد جماله البارز وقد اتى الى هنا اكثر من ثمانية وثلاثين مليون زائر لمشاهدته وهم يدركون فورا انه من دون سد هوفر لكانت المنطقة الجنوبية الغربية مكانا مختلفا جدا قبل بناء سد هوفر كانت لاس فيغاس مجرد محطة توقف مجهولة للقطارات وسط الصحراء وقد جلب السد الماء والكهرباء والشهر والثروة لصحراء نيفادا ولم تنظر لاس فيغاس الى الورائقات في لاس انجلس ايضا يستفيد السكان من سد هوفر الذي يمدهم بالطاقة الكهربائية والماء يولد السد اربعة مليارات كيلو وات من الطاقة الكهربائية كل عام وتحتوي محطة الكهرباء في سد هوفر مولدات بقوة مائة وثلاثين وحدة ميجاوات ومولد واحد منها قادر على تأمين الكهرباء لمدينة يبلغ عدد سكانها أربعمائة ألف شخص ولكن الطاقة الكهربائية هي مجرد ناتج عرضي مفيد من الناحية التجارية لكن وظيفة سد هوفر الأساسية كانت تنظيم مياه نهر كولرادو كان نهر كولرادو يتدفق بقوة منذ حقب غير معدودة من الزمن بينما كان يقطع الوادي الكبير في سباقه نحو المنطقة الجنوبية الغربية نحو خليج كاليفورنيا وقد بدى النهر الأكثر خطورة في أمريكا غير قابلا للترويض كانت الفيضانات الربيعية السنوية تسبب الخراب للمزارعين في كاليفورنيا الجنوبية وعندما كان النهر على وشك أن يجف خلال فصول الصيف الحارة كانت المزروعات تذبل والماشية تموت تم بناء سد هوفر للسيطرة على الفيضانات وتخزين المياه للري بدأ العمل فيه عام 1931 خلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير بالنسبة إلى الشبان العاطلين عن العمل مثل لي تلمن كان خبر بناء سد هوفر خبرا رائعا قرأت في الصحيفة وسمعت في الراديو أنهم سيبنون سدا كبيرا على نهر كولورادو وأنا الحكومة ستنفق عليه 165 مليون دولار وكان هذا مبلغا ضخما حينها وكان يعتبر فرصة بالنسبة إلى أي شاب وأنا كنت في الثامنة عشر توجه لي مع آلاف الشبان الآخرين إلى لاس فيغاس وكان من الشبان المحظوظين فحصل بسرعة على وظيفة سائق شاحنة كنت أكسب خمسة دولارات في اليوم واحد لقاء قيادة الشاحنة وبهذا المبلغ كان بإمكاني الذهاب إلى متجر البقالة وشراء طعام لمدة أسبوع فقد كان الفرق كبيرا بين اللاشيء وخمسة دولارات خلال فترة الكساد الاقتصادي كانت تعتبر هذه الأجور خيالية ولكن بسبب العدد الكبير من العاطلين عن العمل سيطر المقاولون على الأمر كنا نكفح للحفاظ على العمل وكان علينا أن نمر بحوالي أربعة آلاف رجل ينتظرون خارج البوابة بانتظار الدخول للحصول على العمل ويمكن القول أنهم كانوا البدلاء عنه لذا كان علينا القيام بما يتطلب مننا للقيام به أو يمكنهم التخلص مننا بسهولة قبل التمكن من البدء بالعمل في السد نفسه كان علينا تحويل مجرى نهر كولورادو حفر العمال أربعة أقسام من النفق في السخر على مستوى النهر كان طول الأنفاق حوالي أربعة آلاف قدم وكان قطرها خمسين قدما ولأول مرة تم تحويل نهر كولورادو عن مجراه الطبيعي وكان العمل الأخطر من نصيب المتسلقين وهم رجال كانوا يتأرجحون من الحبال على ارتفاع ألف قدم عن الأرض لتفجير وقحت جدران الوادي تحضيرا لوضع الاسمنت وقيل أن الرجال الأكثر يأسا وافقوا على القيام بهذا العمل فإذا لم تكن تعاني من الجوع يعني أنك قد تستغني عن هذا العمل انظر إلى العمل الذي قاموا به تحت هذه الشمس الحارقة حيث تتراوح درجة الحرارة بين 135 و140 درجة فهر هايت حيث كانوا يتأرجحون من على حائط الوادي حاملين أدوات حفر مصوط بآلة ضغط الهواء ويقومون بحفر فتح لتكسير حائط الوادي نعم إنهم أبطالا استمر العمل سنتين في المشروع قبل التمكن من البدء بصب الاسمنت تم رفع الجدار بواسطة عوائق متشابكة وتم توصيل جبل من الاسمنت بواسطة ذلاء حيث كان يتم توصيل ثمانية ياردات المكعبة كل مرة وكان يتم صب الاسمنت على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع وكان العمل يستمر 52 أسبوعا في السنة كانت شروط العمل صعبة فقد كان عام 1931 عاما شديد الحرارة حيث ارتفعت الحرارة إلى أكثر من 140 درجة فهران عائد لم نكن معتدين على هذه الحرارة فليس هناك مكان فيه درجة حرارة مرتفعة كما كانت هنا كان الوادي مثل الفرن وبحلول شهر آب أغسطس عام 1931 كان قد توفي 14 رجلا بسبب الحرارة وبعد أن بدأ السد بالارتفاع بدأت أدرك حجمه وأتذكر أنني قلت يا إلهي أنا جزء من مشروع هائل ومنذ ذلك الوقت كل مرة كنت أذهب فيها إلى هناك كنت أرى السد يكبر شيئا فشيئا وكان ذلك مذهلا عندئذ بدأت أشعر أنني جزء من مشروع ضخم ومهم جدا تواصل سب الإسمنت لعامين كاملين ثم في التاسع والعشرين من أيار مايو عام 1935 انتهت المهمة قبل سنتين من الموعد المحدد وبتكلفة أقل من الميزانية الموضوعة حاجز جيش من العاطلين عن العمل مكان لنفسه في كتب التاريخ المعمري احتاجت بحيرة ميد الواقعة خلف جدار هوفر العملاق ست سنوات لتمتلئ بالماء إن هوفر هو سد جاذبية فكل ما ارتفع الضغط عليه ازدادت قوته يحول القوس ضغط الماء إلى الزوايا عند دعائم السد يتجه ضغط الماء نزولا إلى قاعدة السد ما يثبت البناء أكثر بالقاعدة على بعد حوالي مئة قدم من هذا الجدار توجد قوة بحيرة ميد والتي تميل إلى الأسفل نحونا وتقدر بحوالي 45 باوندا في القدم المربعة فإن انكسر السد فسيدفعنا إلى المكسيك لقد غير سد هوفر وبحيرة ميد المنطقة الجنوبية الغربية بين ليلة وضحاها لقد تسببا بإيقاف الفيضانات والجفاف بفضل الله واستبدلاهما بتضفق ثابت للماء أصبحت كاليفورنيا الجنوبية المنطقة الأكثر اخضرارا في أمريكا بمساحة 247 ميلا مربعا بقيت بحيرة ميد لفترة أطول بحيرة بناها الإنسان في العالم كما أنها تشكل مصدرا لحوالي 30 مليون شخص كما أنها تعتبر نقطة استجمام على مدار العام لم يعد سد هوفر أكبر سد في العالم ولكنه ما زال حاضرا إنه قطعة هندسية ومعمارية كلاسيكية نادرة توفي 96 رجلا خلال بنائه غير الذين قضوا نتيجة أعياء الحرارة وتغلب العمال الباقون الذين بلغ عددهم 5000 عاملا على الحرارة والخطر والكآبة ولا يوجد في أمريكا أي مثيل لإنجازهم هذا هذا هو الممر المائي الأعظم من صنع الإنسان في العالم في بداية القرن السادس عشر كان الناس يحلمون بقناة تربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادئ وقد استغرق حفر نفق طوله 50 ميلا 20 عاما من العمل الكادح على يد أكثر من 150 ألف عامل وقد توفي ما يعادل 6 عمال خلال حفر كل ميل من القناة ومنذ اكتمالها عام 1913 عبرت حوال مليون سفينة قناة بانما قبل شق القناة كان يستغرق الانتقال بحرا من نيويورك إلى سان فرانسيسكو ستة أسابيع من الإبحار في المياه الغادرة حول كيب هورن بينما اليوم يمكن القيام بذلك خلال ثلاثة أسابيع تعبر قناة بانما الجزء الأضيق لبرزخ أمريكا الوسطى ان المنطقة الداخلية في بانما هي منطقة جبلية لذا في القناة ليست مجرد خندق رسيط بين المحيطين ولكنه نظام القفل والبحيرة الذي يرفع السفن فوق الأرض العالية ان قناة بانما هي مسعد مائي مبدع انها ترفع السفن 85 قدما عن سطح البحر عبر سلسلة من الأقفال ثم تنزلها مجددا على الجهة الأخرى لقد صممت إلى نورا لتنعصر بين أقفال وشقوق القناة وهي بحجب سفينة التايتانيك تقريبا تمر زوارق الشحن حولها بينما تقترب من قفل ميرا فلوريس عند نهاية القناة لجهة المحيط الهادئ ان ادخال سفينة تزن 27 ألف طن عبر قفل ضيق يشبه محاولة شحنة كبيرة تسير على صفحة من الجليد حسب القانون يسمح للقبطان المدرب فقط بادخال السفن خلال نظام القناة اوقف المحركات يعمل اوسكار سوتو كبطان في القناة منذ عشرة عوام تعبروا الآن السفينة رقم ثلاثة اثنان سبعة سيدي جلاح الملاء مفضلي جلاح الملاء نعم وسط السفينة وسط السفينة الدفة وسط السفينة سيدي على الربان السفينة الى نور ان يسلم سلطته الى اوسكار خلال وجود السفينة في القناة ان قناة باناما هي المكان الوحيد في العالم حتى الان التي يسيطر فيها الربان سيطرة كاملة على ملاحة السفينة مع تكليفة بلغت ملايين الدولارات بالاضافة الى الارواح التي سقطت لم يكن العمل بها امرا سهلا اربعة عشرون اربعة عشرون شكرا يشعر اوسكار بالطيارات المتحركة تحت قدميه ويبقى منتبها لاي مشكلة وسط السفينة يمكن ان نخسر المحرك او الدفة ويمكن ان تكون هناك مشكلة في الاقفال لذا يجب ان نكون مستعدين لكل شيء بقطع الى الامام على القبطان ان يفكر دائما في خطوتين الى الامام يجب ان نصحح اصغر تحرك للسفينة الى اي جانب حتى قبل ان يحصل داخل القفل تساعد قاطرات خاصة على سحب الانور الى موقعها هناك مسافة صغيرة بين الانور وبين جانب القناة من كلا الجانبين تقدم ببطء شديد يتم اغلاق البوابات ويرتفع مستوى الماء الى ان يتساوى مع الغرفة الامامية تفتح الابواب وتتحرك السفينة الى الامام ترفع اكفار ميرا فلوريس الى نور اربعة وخمسين قدما فوق سطح البحر تناثة وثلاثون واحد اربعة انها تبحر نحو كوليبرا كات وهو ممر ضيق منحوط في سخر المقسم القاري ويبلغ طوله تسعة اميال هنا فشلت المحاولة الاولى لحفر قناة عام 1817 وقد اطلق عليه العمال انذاك لقب ممر الجحيم كان المهندس الفرنسي فردينان دولو سيبس قد بنى قناة السويس واعتقد ان بامكانه القيام بالامر نفسه في بانما ولكن بعد سمع سنوات من محاربة الملاريا والحمى الصفراء والمناخ القاسي لم يحفر الفرنسيون سوى عشر القناة وقد خسر اكثر من عشرين الف عامل ارواحهم تخلى دولو سيبس عن المشروع مفلسا ومجنونا بعد خمسة عشر عاما درست الحكومة الامريكية امكانية النجاح حيث فشل الفرنسيون مكنت الجرافات البخارية الامريكيين من الحفر خلال يوم واحد اكثر مما كان الفرنسيون يحفرون خلال شهر ارتفعت درجة الحرارة في كوليبرا كات إلى مائة وعشرين فارنهايت ومع التفجير والانهيارات الارضية كان المكان منطقة البناء الاكثر خطورة لقد تضمنت ملايين اليردات المكعبة من السخور السخور الصلبة في مرحلة ما كان اكثر من ثلاثة عشر الف شخص يعملون هناك كانوا يعملون اثنتين عشرة ساعة في اليوم ضمن جدول مركز جدا وكانت ايام الاحد ايام العطلة الوحيدة بعد مائة عام تقريبا ما زال العمل مستمرا ان توسيع القناة هو جزء من برنامج تحديث صمم لزيادة تدفق الصف عبر القناة تعبر القناة سنويا ثلاثة عشر الف سفينة وتدفع كل واحدة رسم مرور بمعدل ستة وخمسين الف دولار بعد عبور قليبرا كات تبحر الصف نحو بحيرة جاتون تم انشاء بحيرة جاتون على مساحة مائة واربعة وستين ميلا مربعا لتأمين كمية الماء الضرورية لتشغيل الاقفال ان الغابة الاستوائية هي المسببة لارتفاع معدل الامطار السنوي في بانما والذي يسمح ببقاء البحيرة فائدة ولكن الغابة مهددة فقد تم قطع ثلثي اشجارها هذا القرن وان استمرت اعمال القطع فستكون القناة في خطر خلال عقد من الزمن كمعدل وسطي تمر ثلاث وثلاثون سفينة يوميا عبر مجموعات الاقفال الثلاث التابعة للقناة وكل واحدة تستخدم اثنين وخمسين مليون جالون من الماء يوميا ما يعني خسارة بحيرة جاتون ثلاثة مليار جالون يوميا اي ما يعادل ثلاثة الاف مسبح اولمبي عندما تصل الصفن الى نهاية بحيرة جاتون يتم انزالها الى مستوى البحر عبر اقفال جاتون والاقفال هناك هي عبارة عن ماكينات انلاقة من الاسمنت والفلاذ والماء في عام الف وتسعمائة وثلاثة عشر كان هذا اكبر بناء اسمنتي على الكرة الارضية وكانت البوابات الفلاذية العملاقة اكبر بوابات بنيت على الاطلاق وهي تزن حوالى سبعمائة تن ان الاخفال ما زالت حتى اليوم تثير اعجاب كل من يراها بعد مرور حوالى مائة عام انها مدهشة وهي بطول الف قدم وعرض عشر اقدام وهي تسمح بمرور هذه السفن الضخمة التي نراها اليوم وان عدنا بالتفكير الى الوراء مائة عام لم يكن احد ليظن ان هذه السفن الضخمة ستتمكن من عبور هذه الاخفال كما نراها اليوم حالما تعبر اقفال جاتون تبحر خارجا نحو الاطلسي ان انشاء معبر مائي عبر بانما هو احد اعظم الانجازات الانسانية وادراك حلم عمره اربعمائة عام هذه الاميال الخمسون بين المحيطين هي من اصعب الانجازات التي قامت بها الاياد البشرية القناة الانجليزية انها امتداد للبحر يفصل بين انجلترا وبين فرنسا لقرون عدة حلم الناس بحفر نفق تحتها ولكن كل من حاول القيام بذلك فشل في الثمانينيات تعاونت فرنسا وبريطانيا لتحاول مجددا وقد نجحتا هذه المرة ثلاثة عشر الف عامل عشرة ملايين طن من المعدات ثلاثة وتسعون ميلا من الصخور انه اطول نفق مائي في العالم يرى العديدون انه اعظم عجوبة حديثة تمر القناة تحت البحر بين فولكستون البريطانية وكوكل الفرنسية قبل فتح القناة كانت هناك طريقة وحيدة لعبور القناة وكانت الرحلة من لندن الى باريس تستغرق يوما كاملا الان باستخدام يورو ستار تستارق رحلة ثلاث ساعات فقط وتبلغ سرعته القصوى مائة وستة وثمانين ميلا في الساعة فايورو ستار يطير حقا وهو يقلك من وسط لندن الى وسط باريس في وقت اقل من الوقت الذي تحتاج اليه الطائرة حتى انه يمكنك قيادة السيارة من انجلترا الى فرنسا من دون ترك اليابسة ولكن قبل فتح النفق انتقل هذا الرجل من انجلترا الى فرنسا سيرا على الاقضام واخر مرة كان قد حصل فيها ذلك كان خلال العصر الجليدي كما يظن بعض العلماء ان تكون الرجل الاول الذي يعبر القناة سيرا على الاقدام منذ خمسة عشر او سبعة عشر الف عام لقد كان امرا رائعا وسأقوم بذلك غدا مجددا خلال يوم الاستحقاق كان موجودا على عمق مائة وخمسين قدما تحت قار القناة على بعض ثلاثة عشر ميلا عن انجلترا وكانت الاراضي الفرنسية على بعض يارد واحد منه لقد كان احد افراد فرقة الجيش النمور النفق والتي كانت تقوم بحفر الانفاق وكان فليب كوزيت نظير جراهم من الجهة الفرنسية وكان الجانبان يقومان بالحفر باتجاه بعضهما البعض لقطع مسافة اربعة وعشرين ميلا والان لا يفصل بينهما سوى ياردة واحدة من الصخور في الساعة الحادية عشرة صباحا في الاول من كانون الاول ديسمبر عام 1990 لم تعد انجلترا جزيرة عندما انتهينا من الحفر صفحنا بعضنا وتبدلنا التحيات والاعلام وعندما حصل ذلك صفر الهواء خلال الفتحة وقد نزع هوذتي عن رأسي لقد تم فتح اول سلة وصل ارضية منذ العصر الجديدي وحصل جراهم على شرف كونه اول شخص يعبر الى فرنسا لقد ادركت انا وفيليب اننا شاركنا في لحظة تاريخية وادركنا انه امر سيحصل مرة واحدة فقط لانه حتى لو حفرنا نفقا اخر فلن يحطم الرقم القياسي لقد قمنا بذلك لقد صنعنا التاريخ استغرك نمور النفق ثلاث سنوات لحفر طريقهن نحو الاراضي الفرنسية بالقطار تستغرق رحلة جراهم من الساحل الى الساحل الاخر عشرين دقيقة فقط لنكون دقيقين لا يوجد نفق واحد تحت القناة بل ثلاثة انفاق هناك نفقان لسكة الحديد على جهتين نفق الخدمة الاصغر حجما وقد قام جراهم وفيليب بانجازهما التاريخي بحفره تم تجويف النفق خلال اثنتين عشرة مرحلة وكان على الفريقين البريطاني والفرنسي ان يحفر ثلاثة انفاق تحت الارض من الساحل الى داخل البلاد وثلاثة انفاق تحت البحر هذه ليست كيب كامافرول انها فولتسون في انجلفا انها ليست اجزاء من صاروخ فضائي انها اجزاء من الالة التي تجوف الانفاق وتسمى تي بي ام تم استخدام احدى عشرة تي بي ام لحفر نفق القناة ويفوق وزن اكبرها ستمائة تن ان الطرف الحاد لالة تي بي ام هو الرأس الوحيد للالة ويمتد الجسم الرئيسي ثمانمائة قدم الى الوراء ويشغلها فريق من ثمانين شخصا بدأ العمل بالفكوك الدائرية العملاقة عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين واسنانها وانصالها المصنوعة من الكبريت بدأت بتمزيق طريقها عبر الصخور ان الى التي بي ام هي الى تقوم بحفر الانفاق حيث يمكنها ان تحفر مائة وتسعين قدم من الانفاق في اليوم وتركب بثانة اسمنتية على الجدران معظم العمال هم عمال مخضرمون في حفر الانفاق ولكن لم يكن احدهم قد اختبر شيئا بهذه الضخانة والتعقيد وكان امامهم الكثير ليتعلموه عندما تبدأ مشروعا كنفق القناة او اي نفق اخر تتعلم اشياء كثيرة وتحاول وتتعلم في اسرع وقت ممكن ليصبح العمل اسهل استضم الفريق الانجليزي بالصخور في مرحلة مبكرة وكاد العمل يتوقف تقريبا بسبب تسرب مياه البحر الى الداخل تأثرت معنويات العمال مبكرا جدا فهم لم يتقدموا بالسرعة التي كانوا يرجونها لقد فكروا كم سيستغرق هذا المشروع وهل سنموت قبل الانتهاء منه ولفترة بدى المشروع متوقفا ولكن كافح الانجليز عبر ثلاثة اميال من الصخر الذي كان يسرب الماء قبل العودة الى الطريق الصحية ميلا بعد ميل كانوا يقودون ماكينات الحفر الى الامام وقد جاء المديح الكبير عندما تم الانتهاء من حفر الاقسام الاثنية عشر من النفق وبلغ الامر ذروته في صيف عام الف وتسعمائة وواحد وتسعين عندما اجتمعت انفاق الصدكة الحديدية تحت القناة شقوا طريقهم عبر عشرة ياردات مكعبة من الصخور لقد سبقوا البرنامج المقرر وقد حققوا الهدف وقد انتهى اكبر مشروع اقيم تحت البحر في التاريخ يحتوي النفق اليوم على خطوط سكة حديدية سريعة جدا يعبر عليها اكثر من ثلاثمائة قطار في اليوم بني النفق بشكل متين جدا حيث يمكنه حمل السيارات والشاحنات ومعداته المتحركة هي الاكبر في العالم يبلغ طول كل كطار شحن نصف ميل ان نفق القناة معقد جدا وهو يشبه مصنعا مبنيا تحت الارض ويستخدم فريق الصيانة نفق الخدمة للتمكن من الدخول اليه ان الممرات المتقاطعة التي تمتد كل اربعمائة يارض متصلة بنفقاي السكك الذين يوازيانه من الجهتين تعمل عربات الخدمة في النفق على الكهرباء تصل سرعة العربات القصوى الى خمسين ميلا في الساعة ويمكنها ان تصل الى اي جزء من النفق خلال عشرين دقيقة فقط كما ان نفق الخدمة هو نفق نجاة اثناء حالات الطوارئ في عام الف وتسعمائة وستة ودسعين حصل ما كان غير متوقع في الثامنة عشر من تشرين الثاني نوفمبر اشتعلت قاطرة تحمل شاحنات من فرنسا الى بريطانيا وقد هرب الاشخاص الذين كانوا على متنها عبر نفق الخدمة وقد نقلت عربات الخدمة رجال ادفاء بسرعة الى مكان الحريق ونقلت المصابين كذلك اصبح نفق السكة فرنا وقد وصلت حرارته الى حوالى الفي درجة والتسقت عجلات النفق بالسكة كلفت الخسائر يولوتانا لحوالى نصف مليار دولار لكن انظمة الامان عملت بشكل جيد وبقي نفق الخدمة خاليا من الدخان ولم يمت احد في الحادث اليوم يعد نفق القناة نظام السكك الحديدية الاكثر استخداما في العالم خلال السنوات الخمس الاولى من بدء العمل فيها نقلت القطارات 28 مليون مسافر و 12 مليون طن من البضائع تحت البحر كان حفر النفق احد اكبر التحديات الهندسية في القرن العشرين ونجاحه يجعله منافسا قويا للحصول على لقب الانجاز الهندسي الاعظم في العالم هذه العجائب الحديثة السبع والتي تمثل كل واحدة منها انجازا فريدا للبشرية وتسخيرا كبيرا للنعم التي امد الله تعالى بها كوكبنا هذا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونختبر القوة الهائلة لشلالات نياغارا ونقوم برحلة صعودا باتجاه اقوى نهر في العالم نحن نقطع ونزرع مساحات شاسعة من الاراضي لتحقيق اهدافنا وحاجاتنا ولكن في المناطق التي لم تتم الاستفادة الطبيعية فيها نحن مجبرون على مواجهة انفسنا ومرغمون على النظر والتأمل في هذا الخلق البديع في هذه الحلقة سنتعرف الى اروع واثمن المواقع الطبيعية في العالم ونصل في رحلتنا الى الجزيرة الكبيرة في هواي انها اكبر كتلة ارخبيل جنوبية تقع في وسط المحيط الهادئ تقع هواي على بعد 2400 ميل من الساحل الغربي للولايات المتحدة الامريكية هناك ثمان جزر في المجموعة ولكن على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة الكبيرة هناك منطقة بحجم مدينة نيويورك وهي معروفة باسم حديقة براكين هواي العام يعرض موقع التراث العالمي هذا نتائج 70 مليون عام من ثوران البراكين وان كنت ترغب في مشاهدة الحمم البركانية فهذا هو المكان الذي يجب ان تزوره هواي مكان غير عادي ان لم نقل استثنائي هذا لانها عبارة عن براكين بازلتية ضخمة فوق بقعة محطية ساخنة وكالدير هنا متطور مثل اي مكان اخر في العالم لذا نحن الان نقف على قمة اكثر البركاني الثائرة في العالم وانا اشعر بالامان انه نشوء جديد لن يشهد عليه مرة اخرى في حياتهم ان مشاهدة الارض في هذه المرحلة شيء مثير يوجد هنا اثنان من اكبر البراكين واكثرها روعة في العالم ماونالوة او البركان الطويل هو عبارة عن املاق نائم وقد ثار اخر مرة عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين انه اكبر بركان في العالم يبلغ طوله من قاعدته تحت سطح البحر الى حفرته حوالى عشرة اميال يرتفع طولا نحو ستة وخمسين الف قدم من قاعدته الى قمته وهناك حوالى ثلاثة الاف قدم منها فوق سطح البحر والباقي هو تحت مستوى سطح البحر وهو واسع وعريض لذلك فهو صرح ضخم جدا ان كيلوايا هي اخت مونالوة الصغرى والاكثر قلقا اسمها بولونيجين يعني التقيؤ او الانتشار منذ عام الف وتسعمائة وثلاثة وتسعين قذفت كيلوايا كمية من الحمم تكفي لتغطي مساحة العاصمة واشنطن بعمق اربع واربعين قدم عندما تخرج الحمم تكون درجة حرارتها حوالي 1168 درجة مئوية وخلال تدفقها نحو الشاطئ تبرد بحوالي 6 الى 8 درجات فقط في كل كيلومتر من رحلتها لذا فبعد وصولها الى المحيط تكون حرارتها نحو 1163 درجة مئوية تكون حارة جدا حيث تفوق درجة حرارتها 1200 درجة فهرنهايت عندما تتحرك الحمم المتدفق عبر الريف لا يبقى اي شيء حيا ويمكنها ان تمر بغابة وتحرق كل الاشجار والشجيرات لكنها تترك احيانا اشجار الحمم او قوالب الاشجار التي هي اشكال اشجار ثم تتابع الحمم سيرها وهي لا تتحرك بسرعة لذا يتمكن الناس من الابتعاد عن طريقها الا في ظروف محددة تتقشر الحمم بسرعة لانها تبرد لدى تعرضها للهواء لذلك ما لا يدركه الناس ان تحت اقدامهم مباشرة هناك حمم متدفقة ويكونون في وضع مثير اكثر مما يظنون وربما يشعرون بالراحة لوجودهم عليها بفضل كيلويا فان الجزيرة الكبيرة تكبر وتكبر وكل يوم يخاطر اربعة الاف شخص بدخول هذه المادة الساخنة لرؤية هذا المشهد ان حارس المتنزه ترافيس هاجي كان في الخدمة عندما حصل اخر تدفق للحمم لقد رأيت النيران المشتعلة وكانت تحرق كل الحشائش وقد لاحظنا ان الحمم تتدفق بهذا الاتجاه وذاك لا بل في كل الاتجاهات وقد ذكرني الامر بالفيضان ولكن مع حمم ابطأ لذا خرجنا من السيارة وكان علينا ان نخلي المكان رأيت في السابق حمم تتحرك بسرعة مئة متر في الساعة ربما لكن هذه الحمم كانت تتحرك بسرعة اكبر انه امر مدهش فان تترى البداية والنهاية معا يجب ان تدرك ايضا انه في الوقت عينه ان تآت الى بركان انه ليس متنزه يلوستون العام حيث يمكنك ان تسير على سخان ينطفئ كل تسعين دقيقة او شيئا كهذا انه بركان وهناك اخطار متأصلة فانت تعرض نفسك للخطر حتى في خلال السير خارج هذه التضاريس المشكلة الاساسية التي اراها اليوم هي الاتخن الموجودة هنا فان كنت شخصا مريضا لا انصحك بالمجيء الى هنا وان تمكنت من المجيء فلا تبقى هنا طويلا فهناك حامد كلور الماء عند باب المحيط ولا احد يعلم اي نوع من الاتخن السامة هو الموجود قرب الطريق كان لدينا اربع وفيات خلال الانفجار ولكنها حدثت خلال السنوات الاثنتين عشرة الماضية فهناك الاشخاص الذين يغامرون كثيرا وينزلون الى الرصيف نتيجة نزول الحمم الى المحيط واضن ان الامر مثير بالنسبة اليهم اظن انهم يستطيعون اختبار الطبيعة الخام وهذا امر جيد جدا سلسلة جزر هواي تكونت بقدرة الله على بقعة محيطية ساخنة على مر اكثر من سبعين مليون عام ان القليل من الدخان المتصاعد من اعماق الارض يذيب الصخور خلال سعوده تستمر هذه الحمم المائعة في السعود الى ان تنفجر في النهاية عند القشرة الارضية ما يشكل ظهور ارض جديدة الان لدينا ثلاثة براكين تبعد حوالي خمسة وعشرين او ثلاثين كيلو مترا عن بعضها البعض وتغذيها البقعة الساخنة نفسها وهي مونالوة وكيلويا ولويهي وهناك بركان اخر تحت الماء بالقرب من الساحل الجنوبي بينما تتزاحم صفائح الارض لتأخذ مواقعها تتحرق فوق عمود الحرارة هذا الامر يشبه صحب ورقة ببطء فوق لها بشمعة فيتغير تكاز الانفجار ما يؤدي الى ظهور براكينة وجزر جديدة كيلويا موجود فوق البقعة الساخنة او عمود الدخان مباشرة لذا فهو نشط جدا بينما يقترب لويهي من البقعة الساخنة لذا فهو صغير ولكنه يكبر وستتزايد نسبة نشاطه بشكل مثير عندما يصبح فوق البقعة الساخنة مباشرة وان استمر في الانفجار لخمسين الف عام او مائة الف عام فسمر تشكل جزر جديدة ان هذا التشكل الجديد للارض على الجزيرة الكبيرة هو احدى العجائب الكونية التي نشاهدها امام عيوننا ان الجزيرة الكبيرة في هواي هي مزيج فريض بين الانظمة البيئية الحساسة والعنف المفزع هذه الدورة المتكررة من السكون والانبعاث تجعلها ارض التناقضات الغريبة والاسرة من حرارة هواي نتجه الى رطوبة الغابات الاستوائية ان قائمة العجائب الطبيعية لن تكتمل من دون التحدث عن اعظم تلك العجائب الامازون في الحقيقة يمكن اعتبار الامازون اعجوبتين الاولى كنهر الامازون والثانية كغابة الامازون الاستوائية انه اكبر نظام نهري في العالم حيث يمتد من منبعه في الانديز البيروية ويقطع مسافة تفوق الاربعة الاف ميل نحو المحيط الاطلسي كما انه اكبر غابة امطار استوائية في العالم حيث تغطي مساحة مليونين ونصف مليون ميل مربع من البرازيل وذنزويلا وكلومبيا والاكوادور والبيرو وبوليفيا في قلب غابة الامطار الاستوائية الكثيفة تقع مدينة ماناوس وهي عاصمة حوض الامازون لقد بناها البرتغاليون عام الف وستمائة وتسعة وستين وما زالت حتى الان مركز التبادل التجاري في منطقة الامازون وبحلول اواخر القرن التاسع عشر كانت المدينة البرازيلية الاكثر ازدهارا وكانت كل الاطارات وكل المعاطف المشمعة في العالم تصنع من مطاط حوض الامازون ولكن بغياب الطرقات من وإلى المدينة كان النهر هو المتنفس الوحيد اليوم يعتبر هذا الطريق المائي السريع طريقا حيويا نحو مناوس كما كان في السابق وبالرغم نوجوده داخل اليابس بألف ميل الا ان عمق النهر هنا يتعدى ثلاثمائة قدم لذلك باستطاعة الصفن الكبيرة الوصول الى هنا لنقل البندق والنفط والاخشاب من الغابة الاستوائية المحيطة على بعد تسعة اميال من نشاط مناوس المسعور يوجد اكثر الظواهر الطبيعية غرابة وهو اجتماع مجريين للماء هما ملتقى الامازون اي التقاء المياه البنية لاحد روافته مع المياه السوداء لتشكل اكبر نهر في العالم The Negro الزنجي ان جون هاروود هو عالم ودليل سياحي في حوض الامازون على يسارنا توجد مياه سوداء انه نهر النيجرو الذي يأتي من الشمال وعلى يميننا هناك مياه الامازون الاتية من البرو ان اللون الذي نراه في نهر النيجرو هو لون الماء انه نوع من الشاي الذي تشكل نتيجة ذوبان الاوراق في الماء تماما كما نصنع نحن الشاي فعندما تنظر الى الامازون ترى لون الرواسب وهناك طيار كاف في نهر الامازون لابقاء الطين في الاعلى ليحصل على ذلك اللون الغني الذي يشبه شراب القهوة بالحليب بشكل اساسي ما سيحدث هو ان الامازون سيدفع بالنيجرو نحو الضفة اليسرى وكلما اصبح النيجرو انحف ازدادت سرعته وكلما ازدادت سرعته يحصل على قوة كافية لابقاء الرواسب في الاعلى فيصبح لونه بلون القهوة بالحليب هناك اكثر من الف رافد يغذي نهر الامازون وحجم نظام الانهار كله هو بحجم امريكا الشمالية عندما تنظر الى النهرين على الخريطة ترى ان الامازون يبدو بحجم النيجرو ولكن الخريطة لا تريك التيار وهو حجم المياه المتدفقة ان النيجرو اكبر من نهر الميسيسيبي من حيث كمية المياه ولكن في هذه النقطة فان كمية المياه المتدفقة من نهر الامازون تساوي 6 اضعاف المياه المتدفقة من نهر الميسيسيبي في الوقت الذي يلتقي فيه النهر العظيم بالمحيط الاطلسي يكون عرضه 200 ميل ويفرغ في المحيط 45 جالون من الماء في الثانية الواحدة يحتوي حوض الامازون على 15 الف نوع من الحيوانات المعروفة فضمن قطر مدينة مناوس الصغير هناك 700 نوع من الاسماك وهذا العدد اكثر بكثير مما قد نجده في كل بحيرات بانهار امريكا الشمالية واحد اغرب مخلوقات النهر هي بقرة البحر الامازونية يمكن ان يكبر هذا العملاق اللطيف ليصل طوله الى 9 اقدام ويتخط وزنه 1000 باوند ولكن بقرة البحر مهددة بالانقراض فلحمها طيب جدا وهي طريدة سهلة بالنسبة الى الصيادين المحليين في معهد الابحاث الوطنية للامازون يقوم العلماء بتربية ابقار البحر المصابة او اليتيمة ريثما تستعيد عافيتها ان لحم بقرة النهر مرغوب جدا لدى السكان المحليين لذا فهم عادة ما يقتلون الام ويربون العجول مدة محددة وعندما يرون ان الحيوان يحتضر يتصلون بنا لذا غالبا ما تصل الحيوانات الى هنا بحالة مزرية ويكون علينا اعادة تأييلها الى ان تعود قوية مجددا وبصحة جيدة تسمح لنا بارجاعها الى الطبيعة مجددا في الماضي كان يتم صيد هذه الحيوانات بنسبة عالية جدا ليس فقط من اجل لحمها بل من اجل جلدها ايضا فجلد بقرة البحر سميك جدا وكان يستخدم خلال الثورة الصناعية لصناعة الاحزمة للالات ان اعداد ابقار البحر الامازونية تتناقص بشكل مستمر ويحتاج هذا الحيوان الى عام كامل لينبج جنسيا ويمكن ان تكون معدلات الولادات بطيئة جدا لدرجة ان كل بقرة تلد عجلا واحدا كل ثلاثة او اربعة اعوام بعد اشهر من رعاية هذه المخلوقات المميزة لتسترجع عافيتها يقوم المعهد باطلاقها في المياه المحمية اذا سعدت اكثر عبر النهر وبدأت بدخول قلب غابة الامازون ترى انها تعج بالحياة في الليل ان غابات الامطار الاستوائية هي البيئات الاغنى بالانواع المختلفة بين النباتات والحيوانات على الكوكب وغابة الامازون هي اقدمها واكبرها يهفل في حوض الامازون سبعة اقدام ونصف القدم من الامطار سنويا انه حار ورطب انه بيت زجاجي انلاق حيث تزدهر فيه الحيوانات والنباتات بكثرة تغطي الغابات الاستوائية جزءا من مساحة الارض ومع ذلك يعيش فيها تسعون في المئة من انواع القرود وثمانون في المئة من الحشرات المعروفة وستون في المئة من النباتات بالنسبة الى المستكشفين الاوائل فان الامازون مستنقع لا يمكن اختراقه حيث كان الخطر متربسا مع كل انحناءة للنهر ولم تكن الغابة او الامراض انما البعض من اكثر الحيوانات المفزعة في العالم يعج النهر باعداد هائلة من اسماك البيرانا الشرسة ولكن هناك اخبار كثيرة منفقة حول هذه الاسماك السيئة السمعة ولا يوجد اي تقادير تشير الى موت اي انسان نتيجة هجوم البيرانا وفي كثير من الاحيان تستعمل البيرانا لجذب خطر اكبر وهو تمساح الامازون كان ذلك يحصل في تلك الايام لامتاع السياح فغابة الامازون هي احد اكثر الامكنة شعبية بالنسبة الى المسافرين المغامرين الذين ينزلون في مساكن الغابة كالمتنزه البيئي مثلا حسنا نحن الان في طريقنا الى المتنزه البيئي يقع المتنزه البيئي على ضفة نهر تاروما وهو رافد لنهر النيجرو انه مكان رائع لان لديهم هنا فكرة مزج حب الغابة وحب الحيوانات ايضا ولديهم مركز تأهيل حيث يتم اخذ الحيوانات التي يتم اسرها لبيعها بطريقة غير شرعية لتتم اعادتها الى الطبيعة تنمي 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 اشتركوا في القناة من الازدهار الحالي للسياحة الامازونية بالاضافة الى النشاطات المتعلقة بالحيوانات طبعا ما تريد رؤيته عندما تأتي الى الامازون هو الغابة يوجد في الامازون اكثر من 3000 نوع من الاشجار الاصلية ويمكن مقارنتها بالانواع ال400 الموجودة في امريكا الشمالية كلها تأخذ الغابة العديد من الاشكال فهناك بعض النباتات التي تنمو بشكل كثيف على ضفاف الانهار والمستنقعات بينما تزدهر اشجار الخشب الصلب في ارض اعلى واكثر جفافا ومتوسط عمر هذه الاشجار هو 250 عاما ولكن على الرغم من الاتهمام العالمي بحماية غابة الامازون فان هذه الغابة الاستوائية تختفي بسرعة حيث يتم تدمير هذه الغابة بمعدل 11 ملعب كرة قدم في الدقيقة كل يوم ان محوى الغابات لزيادة المساحات الصالحة للزراعة وقطع الاشجار للاستفادة من اخشابها يعنيان ان هذه الارض الغريبة والجميلة التي وجدت منذ عصر الدينسورات يمكن ان تصبح من الماضي الا اذا قدر الله تعالى غير ذلك لرؤية اعجوبتنا الطبيعية التالية سنسافر الى نياجرا لنشاهد خمس كمية المياه العذبة في العالم تتحطم فوق رؤوسنا هذه هي المياه المضطربة لمضيق نياجرا بينما تنحدر المياه مع الطيار تزداد سرعتها في واحد من اكبر عروض القوة في الطبيعة التي خلقها الله تعالى على هذه الارض انها شلالات نياجرا ان شلالات نياجرا ليست اكبر شلال في العالم ولكنها اكثر الشلالات اثارة يأتي لرؤيتها عدد كبير من السياح وهي من الشلالات التي يسهل الوصول اليها وهذا هو الامر المهم حيث يمكنك الوصول الى الشلالات وكذلك الوصول الى حفتها بسهولة تامة تمتد شلالات نياجرا على طول الحدود الامريكية الكندية بين بحيرة انتيريو وبحيرة ايرا ان سبيل الماء الواسعة هذه هي خزان مياه طبيعي عملاق يقططع مئتين واربعة وستين الف ميل لنربع من المياه العذبة تأتي مياه النهر التي تنزل في النهاية فوق الشلال من اربع بحيرات كبيرة مشتركة وكلها تأتي من مياه الامطار لا يوجد نيل عظيم يمدها بالماء ولكن تتجمع مياه الامطار في هذه البحيرات وتكمل طريقها عبر نهر نياجرا نزولا الى بحيرة انتاريو ومن ثم الى المحيط الاطلسي يهبط ثلاثون مليون جالون من المياه عن ارتفاع حوالى مائتي قدم فوق هذه الشلالات كل دقيقة انه مشهد مذهل لدرجة انه يجذب خمسة عشر مليون سائح كل عام مياه النهر ومياه الشلالات نفسها مهدئة جدا كتب عديدون من الذين زاروا المكان منذ اعوام عدة عن التأثير المهدئ للمياه انه مكان يمكنك ان تأتي اليه لتفكر انه مكان يمكنك الجلوس فيه لتشاهد مشهدا رائعا ثم يترجم ذلك للعقول وهو مكان احب التردد اليه باستمرار احب هذه الشلالات ان خمسة كمية المياه العذبة في العالم تعبر هذا الممر وتنزل الشلالات انه نهر ينتج 4.4 مليون كيلوات من الطاقة الكهربائية انه يؤمن مياه الشرب والمياه التي تستخدم في المنشآت الصناعية لذلك هو نهر مميز جدا تهبط المياه فوق شلالين مختلفين على الجهة الكندية هناك شلالات حدوة الحصان وقد صميت بهذا الاسم بسبب منحاها المميز بينما تقع الشلالات الامريكية خارج الحدود ترتفع شلالات حدوة الحصان الكندية بارتفاع حوالي 170 قدما من خط القمة الى النهر اما الشلالات الامريكية وتسمى طرحة العروس فهي ليست مرتفعة اذ يبلغ ارتفاعها حوالي 130 قدما تتساقط نسبة 90% من المياه فوق حدوة الحصان الكندية بينما تتساقط نسبة 10% من المياه فوق الشلالات الامريكية لقد تكونت شلالات نياجرا منذ 12000 سنة حسب تقدير بعض العلماء عندما انحصر الجليد الذائب في الشمال ما سمح للمياه من بحيرة ايرا بالتدفق فوق جرف نياجرا وهو جرف يمتد على طول الحافة الجنوبية لبحيرة انطيريو منذ ذلك الحين وشلالات نياجرا تتحرك وتتراجع سبعة اميال فوق النهر ان الانحسار هو حوالي قدم واحدة كل عشر سنوات وهو الان في بقعة في وسط نهر نياجرا تقريبا سبب حصول ذلك هو طبقة قاسية جدا من الدولمايت كانت على قمة الشلالات وتحتها كان يوجد سجيل وحجر رملي لكن فصول الشتاء الباردة والحارة في كندا حلت السجيل والحجر الرملي فانهار الدولمايت الثقيل في الاعلى ويقدر انه بعد حوالي عشرة الاف عام ستصبح الشلالات في بحيرة ايرا وهكذا لن تعود موجودة ترجمة نانسي قنقر لقد اغوى سبيل الماء العظيمة هذه الجميع من مارلين ماررو الى وينستن شيرشل يعود سحر الشلالات الى سنوات عديدة عندما بدأ الازواج يأتون لتنضية شهر العسل اي في القرن التاسع عشر وربما قبل ذلك ولكن الجاذب هو الماء وطريقة نزوله فعندما تقترب من الماء لا يمكنك الا ان تشعر بالارتياح وهو الشيء الذي تختبره عندما تمشي تحت المطر الخفيف عندما تكون على الشاطئ وعندما تقترب من شلالات نياجرا لا يمكنك سوى الشعور بالسعادة جزء من عوامل الجذب هذه في نياجرا هو قوة المياه الهائلة والمخاطرة بالحياة من خلال ركوب الشلالات جذب المخاطرين منذ اكثر من قرن لقد حاول واحد وعشرون شخصا هبوط الشلالات بسلام فتوفي خمسة منهم وتم ايقاف ستة قبل قيامهم بالمحاولة بينما عاش عشرة اشخاص ليتحدثوا عن الامر منذ عام الف وتسعمائة وواحد يأتي الناس الى الشلالات حاملين البراميل والطائرات المائية والزلاجات واول شخص يقطع فوقها كانت سيدة تدعى اني تايلر وهي مدرسة من ميتشيغن لقد نجحت في القيام بذلك ولكن عند عودتها قالت لا يجدر باحد القيام بذلك بعد الان ولكن العديد من الناس استمروا في ذلك منذ منتصف الخمسينيات وبعد ان حاول شاب يدعى رادهيل جونيور المرور فوق الشلالات وخسر حياته اثناء محاولته هذه صدر قانون محلي يمنع الاقدام على هذه الخطوة وحسب علمي لم يعطى بعد ذلك اي شخص الاثنى بعبور الشلالات منذ ذلك الوقت على كل شخص يفكر في القيام بهذا العمل المثير تقديم دفتر سكوك ضمن الاشياء التي عليه احضارها ورسم الاشتراك اذا نجى من المحاولة وهو عشرة الاف دولار هناك ترابط قديم بين نياجرا وبين محبي الاعمال المثيرة والمخاطرين والهزليين في القرن التاسع عشر جذبت الشلالات عددا من اعظم البهلوانيين الذين يمشون على الحبال في العالم وقد اذهلوا الجمهور لدى عبورهم نياجرا وهم يدفعون عربات اليد ويحملون الغسلات خطت جاي كاكرين خطاهم التجربية ولكن كان لدى كاكرين طموح اكبر وهو ان يكون اول شخص يمشي على الشلالات نفسها ستكون المسافة التي سقطعها اكبر مساحة قطعت على الاطلاق ستكون الاعلى والاطول فوق شلالات نياجرا ستكون المسافة 3560 قدما يقول لي الناس يجب ان لا تخاف يجب ان لا تخاف وانت فوق ولكنني بالطبع سأكون خائفا وانا فوق لانه ان لم تشعر بالخوف فسوف تصبح مهملا اذا وصلت الى درجة اعدت التفكير فيها بالقيام بامر ما فلا تقم به هذه المرة سيمشي كاكرين عبر بلدة نياجرا لايقناع السلطات بمنحه الاذن ليحاول القيام باهم محاولة له وحجز مكان له في تاريخ شلالات نياجرا لا يوجد شخص حي اليوم على هذا الكوكب قادر على الوقوف امامك ليقول لك لقد رأيت اخر رجل مشى عبر شلالات نياجرا ألن يكون جميلا ان نعيد التاريخ مرة اخرى ليتمكن الناس خلال المائة عام القادم من القول لقد رأينا الرجل الذي مشى فوق شلالات نياجرا ولكن بالرغم من الاعمال المتهورة الخطيرة والعروض البهلوانية الخطرة لا شيء قادرا على تقليل اهمية الجمال الاستثنائي لهذه الظاهرات الطبيعية التي نراها بكرا كما خلقها الله تعالى ان كوكبنا غني بالعجائب الطبيعية وقد بات معظمها في متناول اليد ان التحدي الذي نواجهه هو الحفاظ على هذه المواقع المميزة والجميلة كما هي وبالروعة التي خلقها الله عليها لكي تصل الى الاجيال القادمة كما تسلمناها رائعة فريدة أخابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر